السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته سورها الطائرة أرجو التفصيل لعدم التباس سزاكو الله خير العبرة بالعادة هو بالثبت العادة أنه من ذهب بسبعين كيلو وراجع في يومه لا يستعد له استدال الصفر لكن من ذهب إلى رياض أو إلى مكة من وقصين فالعادة أنه يستعد له هذا العادة يشدون الرحال ويأتون بالأزواد بالمياه بالقرب لكن كونه الآن بالطيارات ليس بعبرة العبرة بما كان الناس عليها على عادة النبي عليه الصلاة أنه مثل هذا الصفر يستعدون له الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من ذهب إلى محلات باريدة ليس معه تراهم فقط يجب طعام هناك أمامهم في الوجبات وغيرها ولا يحمله لكن عبه بالأول الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب كسبين كيلو مثلا ورجعوا في يومين أنهم لا يستعدون لهذا الشيء ولا يغال في المسافر لكن إذا أراد المسافر إلى الحل آخر أو إلى سبعين كيلو وساب يومين أو ثلاث أيضا فإن هذا يستعد له فالمسألة الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول بعض الأهم يقول لا مسافة القصر محدودة ما ترجع للأرض إذا درى واحدة 80 كيلو أو أو أكثر قليلا فهي مسافة القصر وإذا كانوا دون ذلك فليس في مسافة القصر لكن هذا ما في دليل ما في دليل لهذا أنكره الشيخ ساب من تهمية رحمه الله وقال أن العبرة بما يسمى سفر نعم الآن مثلا لو رح ننسى الأجياء في الصباح ورجع العصر قال الناس أنهم مسافر لكن إعلام هو العبر بالأخ لكن لو كان على عبر تاخل أو لم تاخل تاخل ويسمي أن الآن الناس مسافر لكن لو ذهب كما قلت مثلا إلى الرص من عنيز ورجع اليوم ما قال نسى الأمس نعم